من الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبا أتمنى أنكم يربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم سنشوفوا فيهم ثلاثة شيوات اللي يجيوا رائعين والداد ناجحين ورائعين جدا طواحن معمرين طيحن معمر بحشوة اقتصادية طريقتي في تتبيل القطبان ديال الحم كي يجيوا فتين وبنان كي يجيوا والداد عن جد والتوجين ديال المخ ثلاثة شيوات اللي ضروري منهم في العيد نهار تاني ديال العيد ضروري من هاد شيوات كي يكونوا حاضرين في المائدة ديالي تقدموهم بتحمرتل وجهة الملين داركم والديافكم كي يجيوا شهوة منهم رائعين وناجحين كما العادة كيف كان نقولكم أول شيوة غادي نبداوم بيها هي هاد القطبان ديال الحم أنا عادة كان قطع الحم بهاد القياس ماشي صغير وماشي كبير طبع الحال الجيغو أملي كان بغي نحتافظ إذا كانت يعني كمية عندي كتير وبغيت نحتافظ بها كان أخذ هاد اللي باركات سواء تخزنوه لا ما تشرملوه بها الطريقة أو لديرو غير التوابل بلابسلة بالاربيع يعني غير العطرية بلابسلة بالاربيع في الحالتين بجوش كي يجيزوا كان قسم الكمية على اللي باركات بهذا الشكل وكان نكمسهم زيان بالفيلم أليمونتاغ وندخلهم المجمد وقت ما حتاجتهم كان جبد القياس اللي أنا بغيت كان خليته كي يدي كونجولا وعاد كان ديليه التتبيلة دياله سواء بغيتوا قطبان أو لكباب مغدور أو لطاجين دي الكباب مغدور يعني في الحالتين يعني تيصلاحوا هاد هاد تحضير هاد هاد تخزين هاد هادي كتبقى أنسى بطريقة أنا كنفضل هادي وإلا بغيتوا تبلوها أو لديرو هاد ديرو غير العطرية بلا بسلة بلا ربيع بلا زيت حتى الزيت يعني غير التوابل وأيضا بنفس طريقة كتخزنوه من بعد ما قطعت وخزنت الكمية اللي بغيت خديت المتبقي اللي غادي نشرب اللي ده با قدامكم هادي يعني إحنا الصباح ديال العيد داروري هاد لغتالية يعني داروري هاد القطبان كيكونوا حاضرين كنحضرهم مع الفجر كنخليهم يتشرملوا وكنخليهم يعني حتى كان في قودك الحداش وهذا كنفطروا فطورنا كمية تقريبا غا تكون هنا 3 جوش كيلو ونصف ديال hurم ضفت ليها معلقة كبيرة ديال البابريكا معلقة صغيرة عامرة ديال كوركم نصف معلقة ديال سكينشبير عندي هنا القوز بريابس معلقة صغيرة عامرا ديال القوز بريابس عندي ما hinaدي من البزهر يعني البزهر غير راس المعلقة وبالنسبة ربيح عندي تقريبا معلقة كبيرة تكون عامرة حتى في ذكر مضيف الملح مغنضيف الزيت ونضيف الخل. يعني هاته ثلاثات المكونات ما نضيفهم في المرحلة. ما نضيفهم التى نقرب من شوي. يعني لو نضرتوا الزيت بحلة ما يتشربوا توابل. جربوا هاته طريقة يعني ديروا غير العطرياء. هنا واحد شوية ديال الكوركم غير باش تعطيني لون هكال القطيبات ديالي. سوف ينشرمل كندعك هذو كالقطعات ديال الحم يعني ان نشرملهم زيان بدك العطرياء وبدك التوابل وكنغلفهم وكنخليهم حتى كنقرب يعني حتى كنقرب نطيبهم. سوف يعد كن نضيف لهم شوية ديال زيت زيتون. كنزيد قياس ديال الملح. وكنزيد سواء الخلص حراوي او للخل بالدي لتوفر عندكم كي يجي يغزال في العيد الكبير راتين فع. او لا خلط فع. كيف تلين هالطرفة ديال الحم وكي يطيبوض غيامة كي يجيو الشادين. سوف كنشرملهم هكا تشرملها خفيفة. القياس اللي غدين عمرتا ونوجد هذا الفاخر ديالي وهذا سوف كن بدون نزلقو في القطبان. وسوف كنطيبوهم. انا هدي هي الطريقة وصدقوني كي يجيو بها القطبان لدين. ومطابعة الحال البنيتات كيكونوا فرحانين يزلقو. يعني القطبان هكا في الصباح ديال اللغة داليه للعيد. سوف هما كيتكلفوا بهد المهمة. ما ريتم احنا كننجدو ديك الطبيلاء ودك آتاي والمتبقي. ومطابعة الحال الفرينة ديالي كيكون الفاخر سخن. سافوا هبا يعني حييد منو دك سميت اوضا ديلوا في واحد طريف ديال البصلة باش كتحييد ديك الدوخة يعني مش ميدوخكمش مليك تكونوا تشعلوا في الفاخر. احنا هدية طريقتنا كان ديال وجوز شوايات مليه وحدة كتقارب الطيب كنبقا ونقلبوهم على بعضياتهم باش كنحطو يعني حطة وحدة. ومطابعة الحال عندي شليدة ديال مطيشة ضروري بريري ديال اتاي وخبيز سواء البطبوط او لبعد المرات كيبغو هكا الخبز ديال السميد لهاد القطيبات. بالنسبة لشهوة تانية هي الطيحان مع مربحوش واقتصادية وكي يجي لديد. هنا عندي ربعة طوحنات ديال الغنمي يعني متوفر في الاسواق تاخدهم ديك عشرات دراهم الوحيدة راه كيكونوا. كان حاول يعني مبعد ما قسلتهم كان حاولوا هاد هاد جليدة وغير بالمهال يعني حاولوا فكوها غير بالمهال باش ما يتتقبوش ليكم. يعني كان ما تيريوش بزاف باش ما يتتقبوش هادا هو الا صافي افكيتهم وهنا عندي واحد نسكاس ديال الروز ديال الروز البيض العادي ولا الروز لهذا ولا داك البيض طويل انا عندي لدك الروز المكركب اللي سلقته ماشي سلقته غير طلع فيه الغلية تقريبا واحد خمسة سبعة ديال تخيقصة فيه كان صفيه ونغسله بالمبارد وكان خلي يعني غير مصطيبة كان اخد سكين يكون حاد كان نشق الطيحان ديالي هاكا من الاسفل من واحد لقنية وكان خشي السكين وكان حاول كان مشي وانا يدي فق فقدك الطيحان باش كان يعني كان تبع بهاكا بيدي باش كان حل الطيحان ديالي بلا ما نتقبو انا ضروري كان دير سبعي باش كان كمل يعني الطيحان كيف كتعرفوك يكونوا فيه دوك الخيوط ودوك العرق كان حاول هكا بالسبع كان تبعوه حتى كان حلها بالكامل بحل كتوجدو هكا شي بوشيطة يعني غير بالسبع وحاولو غير بالمهل باش ما يتقبوش بعد موجتهم كحوشوة عندي هنا واحد لبصلا كبيرة مشلدة عندي هنا واحد دربعات لبصوص كبارين ديالتهم عندي تقريبا ايضا واحد اه ثلاثة المعالق ديال الاربيع غنخلي منهم شي شوية المريقة باش غدين طيبو كتوابيل عندي معالقة صغيرة عامرة بومبي ديال معالقة البذهب معالقة ديال يعني sincekaynych Seoberg معالقة صغيرة ديال كامون معالقة صغيرة ديال كوركم والقي PK bel jogg kiloghes ultimeh italy دليش ديال مشكلة ديال коيش الدينش دليش بدأ للروز ديا دينانا روز راح كتير ران ينقص تمنيه هادي الروز راح كتير راني نقيست منه وممكن بدأ للروز ديلو الكفتة ديلو طريفات ديال كبده يعني الناس ادواق ممكن بدأ للروز ديرو 1-4 ديل الكفتة ديا لحام ممكن اضفت القياس الملح ويندعك الحشوة مزيان شوية الهريسة اضفت القياس الملح ويندعك الحشوة مزيان مزيان حتى تدامج اضفت قياس الملح ويندعك الملح ويندعك الحشوة مزيان ما توفر ليكم. سفي مبعد ما كملت الحشوة. كان بدا نعمر بهذا الشكل. كان بدا ندك في ذلك المخيدات ديالي وانا كندفع بدك الابهام اولا بالاصبع ديالي. كان حاول نعمر مزيان. وكان حاول بهذا الطريقة كان مشيها يعني كان نسرحها. انا في صراحة كيعجبني نعمرهم مزيان. حاولوا خليوا يعني للروز فين فين شوية لانا كيزيدي تنفخ. غنبقى مستمرة. انا دك نسكاس ديالروز يعني ركفاني لهذا شي كامل. حاولت انني ذكيتهم مزيان. يعني غنبقى مستمر رحت نعمرهم. كان بقاها كب سبعي وكان بدان نمشيها بهذا الطريقة باش كانت توزع ليا على الطيحان هكبل كامل. بغيتوا تخيطوهم ممكن. انا غادي نجمعهم غرب الكيوغدون بهذا الطريقة. سفي كان حاول بحلا نخيطهم هكذا بالكيوغدون. تهي طريقة عملية. بالخصوص منك تكونوا ممتقوبين شو لهذا را هكي يجوزين. هذك تخيبات يعني حاولوا ما امكان بالكيوغدون تسدوهم. بعد موجة طوحنات ديالي وعمرتهم. دا بغادي ندوزل مرحلة الطهيل. سواء تكمسوهم في الفران لكم الاختيار او للطيبين في طويجين او لهكا في قويملة. هكا في قاملة وضعت فيها تقريبا واحد ربع كأس ديال زيت سيتون. واحد البصلة كبيرة مشلدة. واحد الفصل كبير ديال توم. خليت ديك البصلة لحتة تشحرات مع ديك تومة. وضفت لها داك شوية ديال ربع اللي شيط من الاول. تقريبا واحد معلقة صغيرة هكا ديال ربع كتوابير عندي معلقة صغيرة ديال بطخيكار. الاصل معلقة ديال بزار. الاصل معلقة ديال سكينجبير. الاصل معلقة ديال كوركم. او الخرقوم. واحد الرسل معلقة ديال كامون. ما تكتروش. قياس ديال ملح. سافي وغادي ندع تكتوحناس ديالي بهذا الشكل. وغادي ندع لهم جوش كؤوس ديال ماء. نضيف لهم جوش كؤوس ديال ماء. نضيف لهم جوش كؤوس ديال ماء ونغطع لطنجرة ديالي تقريبا واحد من الساعة ابعد حد من الساعة خمسة وثلاثين دقيقة يعني كيكونوا واجدين. خليهم حتى كيتشربوا. سافوا حيتهم وكان بدان حييدو كليك يغضوا بهذا الطريقة كتجي مريقة ملبية وخاترة ويحنا كيجو طايبين شهيوة منهم. مع الكن والدات. يعني شهيوة معتبرة وغزالة. والناس اللي كيعانيو من فقر الدم اعتامدو هات الوصفة هادي. طو احنا ترى هم يعني صحيين. الناس اللي كيعانيو من فقر الدم. وهدي شهيوة من شهيواتنا المغربية التقليدية العريقة. كيجي طبق هائل ورائع والديد. يعني كيجيو شهيوات غزالين. هدا هو الشكل. يعني ديك المريقة مضيغ مرا ودوكتو احنا يعني طايبين. على حقهم وطريقهم. بنفس الطريقة ممكن طيبهم طاجين. او لف الفران غيرهم ما يتكمسهم مزيان. الاخيرة اللي غادي نشوفو هي طواجين ديال مخ. ايضا ضروري هدا نهار او التاني ديال العيد. كنحضروها اولا التاني ديال عيد. كنحضروها الطواجين. سريع تحضير خفيف ضريف. وكيجي ايضا طواجين شهيوة منه. هنا في طواجين وضعت في احد اربعة المعالقة ديال زيت زيتون وحد البصيلة وحد الفصل ديال التوم. تشحرتهم شوية تدبالو. ضقتلهم معلقة كبيرة ديال الربيع. الرسل معلقة ديال البابريكا ورسل معلقة ديال كوركم. الرسل معلقة ديال البزار. الرسل معلقة ديال المخ غير صغير يعني باش مي باش يجيش متابل بزايد. الرسل معلقة صغيرة من كل تابل. غاد نخلط هاد البصيلة به هاد توابل. يعني حتى كد زيت نزلي يلبصلها واحد شوية. قعد غاد نضيف لها المخ مطابقة الحال بعد ما كنكون وغسلناه. هنا زيت شوية ديال زيت زيتون بالليقاص. بعد ما كنكون وغسلنا المخ مزيان. وحيدمن نودك العريقات ديال الدمو هادا كنو ساهم وحيدناهم منو. وندلو في شي شبكا هكا كي تسقطر. سوف ونوضعوه شفتو المخ راها مغسول ومحيد منو كور شيدو كل عريقات ديال الدمو كل شي كلكونو حيدناهم. كنبدأ ندوزو هكا غير بالمهل. انا رايحة مزربة غير بالمهل باش كيتشرب ليدو كالتوابل. انا نسيت الملح مضفتوش تلع التالي من الاحسن ضيفوهم الاول. سوفي كنحرك مرة مرة كنحرك دك المخ دت شوية ديال ما باش ما يتحرقوش ليدو كالتوابل. كنحركو غير بالمهل باش كيتشرب دكالتوابل بالكامل. وغدا نضيف له واحد جوج حبات ديالبيض. تخليوا تقريبا واحد خمسة ديال دقيق. سوفي ونضيفو له البيض. بدما كنحسوا بان راسة في دخال فيه الطياب رهدا طايب. وكن نضيفو فيه البيض كمرحلة اخيرة. ممكن نضيفو احتى اكتر. يعني كيبقى حسب الرغبة ديالكم. وهنا احتى غطيت طاجين عتفكرت بانني الملحة مديرهاش. رشيت الملحة هكا. وحاولت انني ندخله في الجنيبات. يعني حاولت انني ندخل الملحة هكا باش جي اه طواجين ديالي متشرب. سوفي وغطيت عليه حتى تبريدك البيض. اخر مرحلة بعد ما طفيت الطاجين غدين نرش عليه. وحد الرشة ديال البقدونس ورشة ديال كامون وهالطواجين ديالنش هو منو كيجي رائح. وبهاكده حلقتنا ديالياليوم غادي تكون سلا. نتمنى هاد الاقتراحات يعني تكون راقتكم. تستفدوا منها. تاخدوا منها افكار. شكرا للمتابعة ونتدلين في الحلقات المقبلة بإذن الله.